أطلقت مؤسسة حي كريمة ثالثة جلسات الحوار المجتمعي لكافة فئة المجتمع في قرى الريف المصري وبمشاركة القوى الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة محافظة الإسماعيلية أقيمت الجلسة الحوارية بمركز أبو صوير الذي سوف يتم بدء العمل فيه قريبا ضمن مركز المرحلة الثانية من المبادرة بحضور ما يقرب من 1500 مواطن تم التفاعل مع الناس وتم عرض المشروعات اللي بتقوم بها حياة كريمة واستقبلنا مطالب الناس والشكاوي اللي موجودة ووعدنا الناس ان هيبقى فيه طبعا نضم للمؤسسة من دوبين جديد جداد من القرى تبقى عارفة مشاكل القرية وتقولين عليها